الاقتصاد العراقي في خطر داهم وقيمة الدينار مهددة والسبب تحذيرات أمريكية للسلطات الحكومية من مخاطر تجميد حساب العراق المالي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في حال انسحاب القوات الأمريكية من البلاد صحيفة وولد ستريت جورنال الأمريكية ذكرت في أحدث تقرير لها بشأن تداعيات الصراع الحالي في العراق أن التحذيرات الأمريكية للسلطات العراقية قد تخلق فيما بعد أزمة نقدية في النظام المالي العراقي في حال واصلت الكتل والأحزاب المرتبطة بإيران مطالباتها بخروج القوات الأمريكية على خلفية الضربة الجوية التي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تقول وولد ستريت إن التهديدات الأمريكية خطوة بإمكانها تقويض الاقتصاد العراقي الهش بالفعل إذ يحتفظ العراق مثله مثل الدول الأخرى بحسابات حكومية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك كجزء هام من إدارة الشؤون المالية للبلاد بما في ذلك واردات بيع النفط الخام فقدان وصول العراق إلى حساباته المصرفية من شأنه تقييد استخدام إيراداته المالية ما يعني بحسب خبراء اقتصاديين عودة العراق فعليا إلى ما يشبه طائلة الفصل السابع من نيثاق الأمم المتحدة وما نتج عنه من حصار اقتصادي عانى منه العراقيون خلال تسعينيات القرن الماضي وهو أكثر هاجس يؤرق المواطنين نتيجة سياسات حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ عام 2003 وليس العراق وحده من سيتأثر بالعقوبات المالية الأمريكية بل أن إيران هي المتضرر الأكبر من هذه العقوبات إن طبقت لكونها أكبر المستفيدين من مزاد بيع العملة الأجنبية في سوق التداولات المالية العراقي الذي تسيطر عليه الأحزاب الموالية لطهران وهو ما يعني توقف تدفق العملة الصعبة المهربة إلى مصارف إيران التي تعاني أصلا من جراء العقوبات التي فرضها ترامب في أيار الماضي بعد انسحابه من الاتفاق النووي قد يؤدي تقييد وصول العراق إلى حسابه من الدولار إلى انخفاض حاد في قيمة الدينار كما حدث في عام 2015 وبالتالي حدوث مشاكل اقتصادية واسعة تمس حياة العراقيين بشكل مباشر لسيما انخفاض القدرة الشرائية للأفراد والعاملين والشركات ترجمة نانسي قنقر